اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهائية مش اول درجة يعني حكم ضد حرارة اسكندرية او التلبة في الازهر ليس عنوان الحقيقة وفق للقانون المصري ده درجة تقاضي ابتدائية ممكن ان يلغى الحكم قرار الاحالة في اي جنحة او جناية انا قاسف في اي جناية لا قيمة له الا في حاكتين اتنين ما لديهش اي حجية قضائية عكس اللي بقوله مستشار الجليل واحد ان احنا المتهمين الوارد اسماءهم في قرار الاحالة سيتموا حكمتهم اتنين التهم هي المدونة في قرار الاحالة وفقط لا قيمة له في الادانة على الاطلاق ابلا بيومين في الشروق عاملين تغطية على ما حدث في المنصور وصرح لحسن الحظ يعني المصدر القضائي ده مش مذكور اسمه وقال ان عبد البوليس على البناء دمين دولة لمدة طويلة لا يعد مخالفة للقانون لان القانون يمنح اجهزة الام الحق في الاعتقال والاحتفاظ بالبشر طالما متهمين في عضايا الارهاب انت كاذب يا مصدر قضائي مصدر قضائي ده بيقول كلام مش موجود اصلا في القانون المصري قد يكون جاهلا ايضا هذا المصدر القضائي في ثلاثة ستة الفين وثلاثتاشر وسبعة ستة الفين وثلاثتاشر الغت المحكمة الدستورية حق وزير الداخلية في اعتقال المواطنين المصريين طبقا لقانون التوارع وتفتيش اشخاصهم واماكنهم كون هو وراء المصري القضائي يقول دول من حقهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة